مفاوضات أستانا تستأنف اليوم والمعارضة تقلص حضورها احتجاجاً على استمرار خرق الهدنة نتنياهو يطالب الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل Human Rights Watch تتهم الحجد الشعبي بارتكاب انتهاكات في معارك الموصلة وتدعو الحكومة العراقية للتحقيق أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة تنطلق مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية اليوم في العاصمة الكازاخ السانية في وقت علنت فيه المعارضة تقلص حضورها احتجاجاً على استمرار النظام في خرق الهدنة وينتظر أن تبحث الجولة الثانية من مفاوضات أستانا ألية مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية يأتي ذلك قبل أيام من استئناف مفاوضات جناف التي ترعاها الأمم المتحدة أذا وكذ وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف خلال لقاه في موسكو بالمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا أكد أن محادثات جناف بشأن سوريا ستنطلق في الثالث والعشرين من فبراير شباط الجارية من جانبه قال ديمستورا أنه يعتزم الاجتماع مجدداً مع وزير الخارجية الروسية لإجراء مزيداً من المحادثات في ميونيخ ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل والمتابعة من اسطنبول عضو اتلاف الوطن السوري يحيى مكتبي سيد يحيى أهلاً وسهلاً بك إذن جولة جديدة من مفاوضات أستانا تنعقد في ذي الحديث عن خلاف هذه المرة تركي روسي حول جدول الأعمال وأيضاً المعارضة السورية تتمسك بأن لا يتضمن هذا الجدول أي حديث عن مسائل الحال السياسي قبل تثبيت وقف إطلاق النار هل أنتم في المعارضة السورية متفائلون بالنتائج التي يرتقباً يخرج أو تخرج بها هذه الجولة؟ مساء الخير لك وللمشاهدين العزاء الحقيقة إذا تم التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار كما هو في الفترة السابقة أن يكون ما تم الاتفاق به على الورق مخالف تماماً لمجريات الأمور على الميدان في الأمس كان هناك هجمة شرسة على أهلنا في درعة وأكثر من مئة طلعة جوية مع الأسف حتى شاركت فيها الطيران الروسي نحن ندور في حلقة مفرغة ناتج عن عدم التزام الضامن الروسي في لجم نظام الأساد والميليشيات التابعة لإيران عن إحداث خروقات متعلقة في وقف إطلاق النار هذا إما نتيجة إذا كنتم في المعارضة السورية تشككون الآن في روسيا كضامل لإتفاق وقف إطلاق النار وراعي أيضاً للمفاوضات في أستانا وأيضاً في جناذ لما تذهبون اليوم إلى أستانا وتجتمعون مع روسيا والنظام السوري يعني هو ليس بمعنى التشكيك لكن نحن نقول أن روسيا لم تفي بالتزاماتها من جهة الإيقاف نظام الأسد والميليشيات الإيرانية عن إحداث الخروقات وهذا إما أن يكون لعدم قدرتها على هذا الإيقاف أو أنها لا ترغب حقيقة وتريد غض الطرف كما حدث لأهلنا في وادي بردة الذي تم تهجيرهم إلى إدليب مع ذلك نحن نتعاطى بكل جدية وإيجابية رغم شكوكنا وهذا ما عبر عنه بعض الفصائل كفيلق الشام وسقور الشام من خلال تعليقهم المشاركة سواء في وفد الأستانا أو حتى في المفاوضات على كل أنتم شاركتم فقط بقلصت مشاركتكم إلى وفد فني لا غير وبالتالي اليوم إذا تم العرض في الوثيقة النهائية أو البيانة الختامية لهذه الجولة من مفاوضات أستانا بند يتعلق مثلا بالحل السياسي أو ما يسمى بالدستور الروسي هل ستوافقون عليه؟ على الإطلاق حتى أن وفدنا في لقاء أستانا الفائد لم يتم تسليم نسخة من هذا الدستور نحن نعتقد أن قضية مناقشة الدستور هي في صلب عملية الانتقال السياسي وحتى آلية كتابة مسودته يجب أن تكون ضمن الاتفاق في صيغته النهائية ولا يمكن تجاوز في البداية قضية وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والبدء بإطلاق صراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال والتي لم يحدث منها شيء حتى الآن هذه الصغرات بالتأكيد لا تهيئ الأجواء الإيجابية للمفاوضات جينيف القادمة وبالتالي نحن نريد أن يكون هناك دفع للعملية السياسية لكن من خلال بناء أجواء أو بناء أرضية للثقة بين الأطراف أشكرك جزيل الشكر عضو الإتلاف الوطني السوري المعارض يحيى مكتبي كنت معنا من إسطنبول أشرت وصائل إعلام أمريكية إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد توصي بنشر قوات الأمريكية نظامية مقاتلة في سوريا لقتال ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وذكرت شبكة سيانان الإخبارية الأمريكية من البنتاجون يدرس عدة أفكار من بينها نشر قوات أمريكية ونسب إلى مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لديها بالفعل عدد صغير من جنود القوات الخاصة في سوريا مشيرا إلى أن الأمر لا يزال قيد الدراسة إلى التطورات الميدانية حيث قتل 15 من مسلح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في قصف بري وجوي طال أكثر من 278 هدفا لتنظيم الدولة شمال سوريا ضمن عملية درع الفرات وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أن المدفعية التركية قصفت مخابئة ومقواقع أسلحة ومخارج أنفاق تزامنا مع غارات للطيران الحربية التركية على 20 هدفا وأضاف أن قوات المعارضة السورية تواصل فرض سيطرتها على مدينة الباب السورية وتطهيرها من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية هذا أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 24 مدنيا على الأقل من بينهم 11 طفلا في قصف للقوات التركية على مدينة الباب في الجنوب السوري قصفت طائرات النظام السوري فجر اليوم مدينة درع وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف مناطق في بلدة الصيدة بريف درع الشرقية فحين قصفت أماكن في بلدتي الغارية الغربية وبصر الشام بالريف الشرقي لدرع بما أدى إلى سقوط عدد من الجرحة طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها في واشنطن إنه تقدم بهذا الطلب لرئيس ترامب أثناء لقائه في البيت الأبيض دون ذكر مزيد من التفاصيل وكانت إسرائيل قد تقدمت بالطلب نفسه إلى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2015 لكنه قوبل آنذاك بالرفض من جهته طلب الرئيس الأمريكي إسرائيل بالتريث في بناء المستوطنات معتبرا أن حل الدولتين ليس الحل الوحيد لإسرائيل فلسطيني الإسرائيلي الرئيس الأمريكي طالب إسرائيل بالتوقف قليلا عن بناء المستوطنات دونالد ترامب في أول لقاء له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وضع رؤيته لعملية السلام في الشرق الأوساط التي قال إنها ترتكز على ما يتفق عليه الطرفان أنظر إلى حل الدولتين أو دولة واحدة وأحبث ما يحبث الطرفان أنا سعيد بما يتفقان عليه ويمكنني أن أعيش مع أي حل فكرت لفترة أن حل الدولتين سيكون أسهل ولكن إذا كان بيبي والفلسطينيون الإسرائيليون والفلسطينيون سعدا فأنا سعيد بما يختارونه أما فيما يتعلق بنقل السفارة إلى الكدس أحب أن أرى ذلك يحصل وننظر إلى ذلك بعناية رئيس الوزراء الإسرائيلي تهرب من الإجابة عن موضوع التملص عن حل الدولتين مشيرا إلى أنه يجب النظر في المحتوى وليس في العناوين ومرة أخرى طالب الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل شرطان أساسيان للسلام الاعتراف بيهودية الدولة واحتياجات إسرائيل الأمنية غرب نهر الأردن يجب أن نبحث على طرق جديدة وأفكار جديدة وأعتقد أن فرصة السلام تأتي من مقاربة إقليمية ومن خيرات شركائنا العرب في السعي للسلام أعم والسلام مع الفلسطينيين أيضا إيران والأزمات في المنطقة ضمن أجندة عمل الطرفين الذين يتفقان علانيا حول الكثير من القضايا بما في ذلك سبل مواجهة تصعود الأزمات في المنطقة لكن هذا لا يعني طلاق مصالح الطرفين حول كل هذه القضايا ومقابل ما وصفه نتنياهو بحفاوات استقبال العائلة الأولى كان المشهد مغيرا خارج أسوار البيت الأبيض مع مظاهرات معارضة لزيارة نتنياهو والسياسة التي يحاول دفع الإدارة الأمريكية كما يقولون لتبنيها مطالب نتنياهو من الإدارة الأمريكية واضحة ولم تختلف كثيرا عن مطالبه في السابق لكنه هذه المرة يلوح لإلغاء فكرة حل الدولتين بشكل جذري يغير سياسة وعشنطن كليان تجاه هذا الملاف ريمة محمدية تلفزيون العربي وعشنطن هذا واعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضرية اعتبر ما جاء في المؤتمر المشترك لرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عقب لقائهما أمس بمثابة تنكر واضح لحقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس وأقل الخضر في تصرح صحفي إن كافة تصرحات ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاستيطان منذ تسلمه السلطة مشحفة ومنحازة لإسرائيل وأجدد الخضر التأكيد على أن واشنطن ما زالت تقدم دعما لا محدودا لإسرائيل وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت هي الأخرى أن الإدارة الأمريكية منحازة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي وأما الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تعمل بجدية لإعطاء الشعب الفلسطيني حقها أوضح متحدث باسم الحركة أن الإدارة الأمريكية أوفرت غطاء للعضوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومصادرة أرضها مشيرا إلى أمن تراجع واشنطن عن موقفها التي وصفت بالضعيفة هو ترجمة لتصاعد الانحجاز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي خاصة مع وصول الرئيس ترامب إلى الحكم ودعت حماس السلطة الفلسطينية للتخلي عما وصفته بوهم الحل عن طريق المفاوضات وفكرة الوساطة الأمريكية للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة مراسلنا هناك باسل خلف بداية باسل نرصد معك المزيد من ردود الفعل بشأن هذا التحول في موقف الإدارة الأمريكية وتصريحات ترامب الأخيرة أيضا هل هناك الآن اتصالات بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وباقي المكونات في غزة ومنظمة التحرير الفلسطينية لتنصيق المواقف إذا هذه التطورات الأخيرة نعم تحيير كثيرا المواقف الأولية كانت من حركة حماس حيث صدر البيان بسرعة وعقب ما تحدث به نتنياهو وترامب أمس الحديث يدور حول قناعة حماس المتواصلة بأن طريق المفاوضات ليست هي الطريق التي يمكن أن تؤدي إلى حل القضية الفلسطينية بالإضافة إلى قناعة حماس أيضا وهو مجاه في البيان بأن الولايات المتحدة يجب على السلطة أن تتخلى عن فكرة أن الولايات المتحدة هي الوصيف النزيح الذي لا ينحذ للسؤاليين على حساب القضية الفلسطينية أيضا حماس قالت في بيانها بأن المواقف الأمريكية ليست فقط على مستوى وصول الرئيس المنتخب ترامب للحكم وإنما أيضا على الإدارات الأمريكية المتعاقبة وهذا يشير إلى تأكيد تفكير حماس بهذا الاتجاه بأن أمريكا لن تكون تنصف الفلسطينيين مواقف أخرى أيضا صدرت من جهات أخرى فلسطينية كاللجنة الشعبية لمواجهة الحصاب هنا جاء البيان على أن الأمريكيين نازلوا يقدمون دعم لا محدود لإسرائيل وفي المقابل تنكر للحقوق الفلسطينية الدعم لا محدود يتمثل بالأسلحة وكذلك بالمواقف السياسية الفلسطينية لم يصدر أي من الفصال الفلسطينية ولم تصدر بيانات لكن فيما يتعلق بالتأكيد في مثل هذه المواقف الفلسطينيون جميعا يتبقون على الأقل على أن حال الدولتين هو خطوة أولى لكن في حديث ترامب الجديد بأنه يترك الباب مواربا أمام حال دولة واحدة أو بعض الشلول الأخرى هذا يبدو مرفوضا بالأساس لدى الفصال الفلسطينية حتى وإن لم تصدر بيانات حتى اللحظة لتوضيح موقفها مما جاءت في الزيارة الأولى التي كان من المتوقعة تكون بهذا المستوى عند الفلسطينيين في العلاقة بين ترامب من جهة ونتنياهو من جهة على صعيد الملف الفلسطيني أشكرك جزيل الشكر مرسلنا في غزة باس الخلف على هذه المتابعة اتهمت منظمة هيومن رايت ووتش قوات الحجر الشعبية الموالية للحكومة العراقية بارتكاب جرائم حرب في عدة قرى محيطة بمدينة الموصلة أوضحت المنظمة في تقرير نشرته اليوم أن تلك القوات ضمرت عدة قرى بأكملها علاوة على عمليات نهب واسعة للمنازل المنظمة رصدت من الجو آثار هدم بشكل كامل للمنازل قالت أنها وقعت بين شهري تشرين الثاني نوفمبر عام 2016 وشباط فبراير عام 2017 من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة وهو ما يرقى لمصاف جرائم الحرب بحسب المنظمة وطلبت هيومن رايت ووتش السلطات العراقية بالتحقيق في تلك المزاعم ومحاسبة المسؤولين عنها كما طالبت الولايات المتحدة والدول الداعمة لقوات الأمن العراقية عسكريا بالضغط على الحكومة لإجراء هذه التحقيقات نشرتنا متواصلة معكم من التلفزيون العربي تتابعون فيها بعد الفاصل مصادر مصرية تؤكد موافقة أطراف النزاع الليبي على خارطة طريق لبدء تطبيق الاتفاق السياسي أهلا بكم من جديد أعلنت قيادة التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت مساء أمس صاروخا نطلقه مسلح والحوث والصالح من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة خمس مشيط في منطقة عسير الحدودية أشار بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره من دون أضرار أوضحت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الصاروخين الباليستيين أطلقهما الحوثيان وكانوا يستهدفان مدينة أبهى في منطقة عسيرة قد تبنى الحوثيون العملية وأكدوا إطلاق صاروخا باليستية صوب مطار أبهى الإقليمية من جهة أخرى اعلنت مصادر في الجيش اليمنى مقتل قائد في القوات الخاصة التابعة للرئيس السابق علي عبدالله الصالح بغارة للتحالف العربي على مواقع قرب الحدود السعودية اليمنية وفي تطورات ميدانية أخرى قتل عشرون عنصرا من مسلحي الحوثي والصالح وأصيب آخرون في قصف لطائرات التحالف العربي على تجمعاتهم في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة على الساحل في البحر الأحمر من جهة أخرى ذكر سكاننا من العاصمة صنعى لوكالة روترز للأنباء مقتل تسعة نساء وطفل نتيجة غارة لطائرات التحالف استهدفت بيت عزاء في المدينة كما استهدفت تحالف بسلسلة غارات مواقع متفرقة في مديرية بيحان بمحافظة الشبوى والسرواح في مأرب عن آخر التطورات في اليمن ينضم إلينا من صنعى مرسلنا نبيل اليوسفي إذن نبيل هذه ربما ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الحثيون مواقع في داخل الحدود السعودية مواقع حساسة كالمطارات تفاصيل أكثر عن هذه التطورات وأيضا كيف تبدو الأوضاع على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن على ضوئها نعم ما سار بالنسبة لإطلاق الصاروخ فقد أعلن الحوثيون في موقعهم بأنهم أطلقوا صاروخ باليستين متوسط المدى حسب وكالة سباء التي يديرونها وبأنه استهدف هذا الصاروخ الباليستين مطار أبهى وبحسب كذلك الوكالة وكالة سباء بأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة في الأراضي السعودية هذا بالنسبة لإطلاق الصاروخ على الحدود اليمنية السعودية لا زالت الاشتباكات تتواصل سارة وبالتحديد في منطقة ميدي وحرض غير أن الاشتباكات الأكثر عنفا هي في منطقة ميدي التابعة لمحافظة حج شمال غرب اليمن هناك تعزيزات لا زالت تصل لكل الطرفين وهناك كذلك قصف عنيف لطيران التحالف على المواقع في منطقة ميدي وكذلك بمشاركة طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي هذا على الحدود اليمنية السعودية في مدينة تعزيز تحديدا جنوب اليمن هناك اشتباكات عنيفة قبل قليل معلومات أكدت بأن الحوتين قاموا بهجوم عنيف ومباغت على تبة الدفاع الجوي أو القريبة من الدفاع الجوي تبة القارع وإلى الآن تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط المدينة هذا يأتي بالتزامن كذلك مع اشتباكات متقطعة في منطقة المخاء التي تسيطر عليها المقاومة التابعة للرئيس هادي إعلام الحوتين أكد بأنه استهدف بقذائف أو بالمدفعية مواقع وتجمعات للمقاومة التابعة للرئيس هادي ما أدى إلى سقوط قتل وجرح ولازالت الاشتباكات متقطعة في مختلف المناطق منها الجديد وكذلك مناطق محيطة بمدينة المخاء الساحلية على البحر الأحمر يأتي هذا كذلك بالتزامن مع غارات شنها طالعا التحالف على منطقة عتمة وهي تابعة لمحافظة الدمار وسط اليمن أشكرك على جملة هذه التفاصيل مرسلنا نبيل اليوسفي من صنعاء الآن إلى متابعة جولة سريعة في أهم الأخبار الاقتصادية قالت هيئة التنمية والتعاون الاقتصادي وإي سي دي إن نسبة البطالة بين الشباب العربي هي الأعلى في العالم وأن نسبة مشاركة النساء في عالم المالي والأعمال لا تتجاوز 22% وأنها ما زالت بعيدة عن المستوى المطلوب بـ 65% وطالبت الهيئة الحكومات العربية برفع مستوى الثقة بينها وبين الشباب العربي الذين يمثلون العمود الأساسي للتنمية الاقتصادية يمثل مستوى الضخم المرتفع الذي وصل إلى 28% الشهر الماضي التحديات الأكبر بالنسبة للحكومة المصرية ولتوجه البنك المركزي المصري في تحديد معالم السياسة المالية في البلاد حيث يقف مستوى الضخم مرتفع عيقا أساسيا لإمكانية رفع نسب الفائدة من مستوى الحالي بـ 14.75% وقد أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مستوى الضخم في مصر هو من بين الأسوأ في الاقتصادات الصعيدة وقد ينتقل إلى ما هو أسوأ بكثير تضاعف التبادل التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية سبع مرات منذ تاريخ انطلاقة اتفاقية نيفتا في عام 1994 ليصل إلى ما يزيد عن نصف تريليون دولار سنويا ومع انتظار تطبيق ضريبة العشرين بالمئة على المنتجات المكسيكية أو بناء الجدار الفاصل بين البلدين تواجه المدن الحدودية مستقبلا غامضا ومخاطر كبيرة تلوح في الأفق أصدر مصنم الموضى الأمريكي مايكل كورج مجموعته الجديدة باسم القوة والأحاسيس المرهفة ويأتي الإصدار الجديد وسط بيانات اقتصادية مشجعة حيث حققت شركة مايكل كورج النشاط السنوي الأفضل في الرب الرابع من العام الماضي بارتفاع في مستوى مبيعاتها بعشرة فاصل تسعة بالمئة من جهة أخرى تواجه منتجات مايكل كورج مخاطر الانزلاق من تصنيف المنتجات الفارهة وصف إمانويل ماكرون أحد أبرز مرشحي الرئاسة الفرنسية وصف استعمار براده للجزائر بين عام 1830 و1962 بالجريمة ضد الإنسانية أقل ماكرون وهو مرشح مستقل ووزير اقتصاد سابق في حوار مع فضائية الشروق نيوز الجزائرية إن الاستعمار يدخل ضمن ماضي فرنسا ووصفه بالجريمة ضد الإنسانية ويعد هذا التصريح من ماكرون الذي تضعه استطلاعات الرؤية ضمن الأوفر حضا في سباق الرئاسة الفرنسية موقفا غير مسبوق من سياسي فرنسي بهذا المستوى أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية تلقى نادي أرسنال الإنجليزي هزيمة موجع خارج أرضه في دور الستة عشر من بطولة دور أبطال أوروبا حيث تلقت شباك المدفع جي خمسة أهداف من مهاجمين نادي بايران ميونيخ الألماني على ملعب الألاينز أرينا ولم يسجل الأرسنال سوى هدف يتيم وبهذه الخسارة سيكون على الأرسنال الفوز بفارق أربعة أهداف على الأقل للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة القرية الأهم في أوروبا تنفست جمهير النادي الملكيريا المدريد الصعداء بعد أن تمكن الريال من الفوز على ضيفه نادي ناكولي الإيطالي في لقاء الذهاب من دور الستة عشر في دور أبطال أوروبا وانتهى اللقاء بثلاثة أهداف لواحد لصالح المدريديين رغم أن ناكولي كان السباق في التسجيل واتبار مهاجمو مدريد في إضاعة الفرص في اللقاء المثير بأخبار الرياضة ناتي مشاهدين إلى نهاية هذه النشرة زوروا موقعنا على الانترنت العربي دوت تي في كما بإمكانكم ابدأوا آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا على حسن المتابعة في أمان الله